ترجمة نانسي قنقر بيع جرايد طباخ بحار على المركب مدير الشركة فني دكور مخلص جمركي وبعدها رجعت مصر في سنة 87 اشتغلت كذا شغلانا بعد شغلتها فحسيت أن شغلت في تاكسي تاكسي 25 سنة كنت مقدم برنامج كنت أنا الموزيع والزباين التي لدي عبارة عن ضيوف كل يوم هذه الضيوف تتغير من شخص الآخر بمختلف ثقافاتهم ومتقالدهم في البسيط ومتعلم الدكتور ومهندس ومتقالدهم ومتقالدهم في الاطلاع والإراءة لكي أحب الكلام ومخلص المسافة والزمن سيحاول أن تنقل على مستوى الناس التي تركب معي إلى أن يأتيهم كان الضيف أو مركب معي كان يستغرب من كلامي رجل كبير في السن يتكلم انجليزي وبعدها يتكلم في الميكروبولوجي ويتكلم في الكراون فالشخص استغرب فسألني سؤال يقول انت خارج في تكنيب حاجة قلتني جامعة الحياة فاستغرب كان هذا الشخص هو رانيم التي كتبت عني ومنها الناس قدرت تعرفني طبعا الجامعة بتاعتي المرسة في العبارة عن كمبيوتر متصل بالنت ومكتبة صغيرة المكتبة فيها مجموعة من الكتب يصبح سبيهة من التاريخ والقلوم وحصل حاجة من تاريخ والقلوم ولكن العلوم أيضا وخلافه ماهي المانع أن يكون أعرف بعناوات طبية مثلا عدد الخلايا العدد الخلايا الموجودة 60 ألف مليون خلايا وفي كل خلايا 200 صفحة وكل صفحة فيها حبل طوله مترين المترين ماهي المترين؟ لو جمعت البني أدم واحد يعمل حبل طوله 300 مرة متنين للشمس المسافة من الأرض إلى الشمس 92 مليون ميل ماهي معدد 150 مليون كيلو متر؟ وليس فقط في العلوم فقط في التاريخ شخصيا من الشخصيات التي يعتذل بقريتها هي شخصية محمد علي بدأت أتخذ منهج التحليل في كل قريات إن كانت تاريخ أو علوم فمحمد علي قرأت عنه وجدت أنه عمل ثلاثة ميزانيات لمصر أول ميزانية فيها مليون ونصف المنصرف مليون ونصف يعني لا يوجد عجزة في المنزان المتفعات ثلاثة ميزانية عملت 2.5 مليون المنصرف منها 2 مليون فقدر عندك نصف مليون في خزينة الدولة يبدأ المستوى التي تصبتها بدأ يرتفع ثلاثة ميزانية أربعة ونصف مليون المنصرف ثلاثة ونصف مليون فقدر عندك مليون في خزينة الدولة بعد أكلك وشربك هذا كلام من سنة 1845 ومنع أن يبحث ويقرأ وفي كل الاتجاهات يتخذ منه منهج واحد لماذا لا يكون الطبيعي في تاريخ لماذا لا يكون أدب يتكلم عن طب لماذا لا تفعل حياتيا ولكن على الأل تكون عارفاً معلومات عن الذي حولك بعد ذلك أستخدم التجسي أقرأ شيئاً وقف فيها أستنى الشخص الفني فأدبني وقع أخيراً سيتكلم عن كعكة الصفرة وهو كان ينزل فأنا أحبت أنه لم أقاب الأمد لأن أسأله عن كعكة الصفرة فراوحت البيت ودخلت وعملت سرش على كمبيوتر على كعكرة صفرة فعرفت أنه عبارة نيرونيوم بالطرد المركزي يسعد تحت كعكرة صفرة الذي هو اليورونيوم المخصب الذي يستعمله في أربع حاجات منها كمبيلة الزرية والعلاج طبعا في أربع حاجات وهو ما الذي يعتبر الفاكر يعمل وقريات متشعبة مقارف هنا أقرى هنا أقرى هنا واستغل التكسف في المعرفة والزيادة والزيادة من عشر سنين كنت براسل مجلة العرب الكويتي المسابقات التي فيها جامدة يجب أن يكون أخصائي في الشخص الطب أو أطفاء أصال أو أسنان أو أخر يجب أن يكون مؤخصائي فيها حسب معلوماتي يجب أن أحل فيها لابدت وقفت فيها لديه مرجع علي الناس الذين يركبون معي أو أرجع الثاني وذهب إلى مكتبات عامة لا أقرأ حتى أنني كان لديه موجود فأذهب إلى مكتبات عامة وأسأل المعلومات التي أبحث عنها بنفسي تثبت في دماغي أكثر من عندما يجبها أنا ممكن أن أستنى شهر أو اثنين تأتي الإجابات في المجلة وأعرف الإجابة لا أنا أريد بنفسي وأفرحان جدا أن بعد شهر أو شهر أبحث عن الإجابات ألاهي نفس الإجابات الصحة عندي ما هو مكسب؟ لكن بعد عشر في سابق المسابقات أخذت المركز الثاني و أخذت 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 مركز الثاني و أخذت 1500 جنيه أخذت ثلاث أعداد من المجلة و أصورت الشيء كذا صورة أخذت أن أخذت أولادي و أولاد أولادي كان أولاد صغيرين أن عندما يجبروا يعرفوا أن الإراية شيء كبير جدا جدا و يستطيع أن يقرم كما كان يقرم أو كما كان يقرم يحاول أن يقرم و أقول حتى للشباب لماذا الشباب لا يقرروا مكتبات عامة مثلا طلبة في الجامعة لديكم أكبر مكتبات موجودة عندكم و غير كده المرجع لكم أنا أظهر على مرجع لكي أظهر على السؤال إجابته ماذا؟ فالأنتم عندكم ممكن مضيئ معيد دكتور ممكن ستسألوه من هنا ستبدأوا وتعرفهم المعلوم أكثر مني وأكثر من أي حال ثاني وسريع و نفس التخصص منكم و محتفظ الآن بالتالي لكي أولادي يعرفهم أنا توصلت لما بوجود هنا معكم يسعدني أن أفاجأ بنتي و على مصلحة ديكس وأبشركم و تشاركوني فيه إن شاء الله سأقدم أنا و بنتي في جامعة مفتوحة كسم إعلام إن شاء الله إن شاء الله شكرا 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 ياسو أهو يدرزيل جيدا على وديتك أرواضي السلام ورحمة الله وبركاته أرواضه شكرا